هذا بعد أن تمكنت القوات العراقية من بسط السيطرة على الجانب الغربي من الموصل بدأت بتقديم المساعدات الغدائية لسكان المدينة بعد أشهر من المعنى حيث قاطع تنظيم داعش الإرهابي كل أمدادات المؤن الغدائية عن المحاصرين في ثاني أكبر مدينة عراقية لمدة شهور شهور وشهور ظل عراقي الموصل تحت حصار تنظيم داعش الإرهابية فلم يكن مصير الحرب المستعرة هناك يكفي لمصيبتهم ولكن حصار الغذاء كان مصيرهم أيضا فلم يكتف الدواعش بإرهابهم لسكان الموصل ولكنهم وصلوا خرق كل قواعد الإنسانية بقطع كل الإمدادات عن المحاصرين هناك قبل أربعة شهور خمس شهور انقطعت علينا المدادات المواد الغذائية وظلينا بلا أكل وبلا شرب مساعدات ما تجينا طرق من زدودة فالنحن عمر أربعة شهور إلى عمر ست سنين يتشيري لوكن انت ما عندك هكذا طي مين تجيب لوكن؟ انت ترجع لمخازن الدواعش مليانة مليانة موار الغذائية حليب أشكال والوانهم معدهم الأباء والأمهات هناك لم يجدوا أبسط المواد الغذائية لتقديمها لأطفالهم لما يزيد عن أربعة أشهر إلى أن استطاعت القوات العراقية بست سيطرتها على الحي الغربي في الموصل ليجد هؤلاء المواطنين الأمل والعزاء في كشف تلك الغمة التي آلمت بهم جراء الأفعال الوحشية التي يرتكبها إرهابي داعش في العراق توزيع المؤن الغذائية كان أبسط ما يقدم لهؤلاء الضحايا كتعويض لكل هذه الفترة الكبيرة التي قضوها دون مساعدات محاصرين تقديم فوق ستة شيء بزيد أبدا الجانب جمعنا يمكن أربع مرات نشتري مواد وآخر شيء خلصت وشهلت حال هذه الطفلة لا يختلف كثيرا عن حال كل العراقيين فيتتساءل هل سأبقى هكذا أبحث عن مساعدات غذائية؟ ومتى سأستيقظ يوما في عراق خالم من الإرهابي والدمار وأصوات الرصاص والقوائف؟